أكدت الأمم المتحدة حاجة 15 مليون يماني إلى مياه نقية وخدمات الصرف الصحي إثر الصراع الدائر في اليمن للعام التاسع تواليا وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشون الإنسانية واتشاف اليمن عبر منصة كسن أكثر من 15 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة للحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وأضاف مع ذلك لا تزال مجموعة المياه والصرف الصحي ممولة بنسبة 28% وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية في اليمن جراء النقص الحاد في تمويل مشاريعها الإنسانية والإغاثية داعية المانحين إلى تدخل عاجل لتغطية الفجوة التمويلية في خطة الاستجابة الإنسانية ومشيرة إلى أن الخطة ممولة بنسبة 30% فقط